بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة تفسير حلالة موروكية الشرعية. النهاردة هنتكلم على آآ تلات رموز لو شفناهم في المنام. فنبشر بآآ قدوم اخبار سعيدة. نبشر بفرحة. آآ نبشر بآآ سعادة. نبشر بتحقيقش احنا بنتمنى او آآ بنسعى آآ لي. آآ اول رمز معنا او اول رؤية آآ معنا هي آآ رؤية آآ نشارة الخشب. اما يشوف الشخص نشارة الخشب في المنام. اولا آآ من الرموز اللي بتطل على تخول الشخص آآ لعمل او لمشروع. والعمل ده او المشروع ده هيكون عمل ناجح وعمل آآ مربح. كمان رؤية نشارة الخشب من الرموز برضو اللي بتدل على قدوم خير وقدوم آآ بركة للرأي. كمان من الرموز اللي بتدل على نجاحه آآ في وصوله او بلوغه لهدف او بلوغه لامنية او تحقيقه آآ لشيء كان آآ بيسعى آآ لي. خصوصا لما يشوف انه ماشي على نشارة الخشب آآ بسهولة. كمان آآ رؤية نشارة الخشب آآ من الرموز برضو اللي بتدل على تغلبه. على مشاكل او آآ تغلبه على فترة صعبة كان بيمر فيها. كانت فيها حزن او كانت فيها آآ هم. كمان آآ نشارة الخشب الملونة بالوان آآ كتير برضو من الرموز اللي بتدل على قدوم اخبار آآ سعيدة اخبار مفرحة للرأي. كمان بشارة بقدوم سعادة وبقدوم آآ فرحة. كمان الشخص المريض لما يشوف انه هو ماشي على نشارة الخشب. فدي من الرموز برضو المبشرة ليه بالشفاء. آآ رؤية نشارة الخشب بشكل عام من الرموز كمان اللي بتدل على اموال. وحصول الرأي على مال وعلى مال آآ وفير. الرؤية التانية او الرموز التاني هو رؤية الكهف او آآ رؤية الدخول للكهف او الدخول لمهارة. آآ رؤية الكهف من الرموز اللي بتدل على النجاح وعلى آآ الفرحة وعلى العمر الطويل وعلى تيسير آآ في آآ امور الرأي. آآ كمان لما يشوف الشخص انه آآ آآ دخل الكهف فخلاصه آآ من هم من مشاكل من حزن كان آآ بيمر آآ بي. آآ كمان رؤية الدخول الكهف من الرموز برضو اللي بتدل على زيادة كبيرة في الرزق وتحقيق احلام كتير كان الشخص آآ بيسعى آآ لي. آآ كمان الكهف من الرموز اللي بتدل على الامان وعلى الاستقرار في حياة الشخص بشكل عام. كمان من الرموز اللي بتبجر بالزواج. فآآ كمان البنت العزباء ما تشوف انها دخلت الكهف فتتحقيق احلام وتحقيق طموحات ليها آآ كمان بشارة ليها بحصلها على آآ اموال. آآ كمان المرأة المتزوجة برضو لما تشوف الكهف فتاست اقرار في حياتها الزوجية آآ بشكل عام. كمان الكهف برضو من الرموز اللي بتدل على النجاح آآ من آآ مشاكل او آآ من آآ هموم كان آآ بيمر بيها الشخص. اللي رؤية التالتة معنا نهاردة هي رؤية الاثار الفرانية. سواء آآ ان يشوف الشخص آآ معبد او يشوف آآ تماثيل آآ فرانية آآ آآ رؤية الاثار الفرانية بشكل عام او رؤية الاثار آآ من الرموز لو كانت فتاة آآ آآ عسباء اللي شافت الرؤية فمن الرموز المباشرة لها بالزواج. آآ من شخص آآ ميسور الحال. آآ كمان الاثار من الرموز اللي بتدل على تحقيق آآ آآ أحلام وتحقيق آآ آآ أمنيات. كمان رؤية صندوق آآ 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 من ال آآ فيه آآ فبرضو تحقيق امنيات وتحقيق طموح للشخص بشكل عام. الاثار المصنوعة من الزهب آآ بشارة بسماء اخبار آآ آآ صارة في الفترة المقبلة. آآ كمان رؤية التماثيل اللي هي آآ آآ تماثيل الفرانية آآ برضو من الرموز اللي بتدل على تحقيق اهداف وتحقيق آآ آآ تموح كمان بشارة بقدوم خير بقدوم آآ رزق كمان بترقية آآ بمكانة آآ كما يشوف الشخص انه حصل على جنز من الدهب آآ 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 كمان لما يشوف الشخص انه آآ 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 آآ. كل دي من الرموز اللي بتدل على على الرزق كمان من الرموز برضو اللي بتدل على سرية صلحة كمان من الرموز اللي بتدل على خروج الرأي من مشكلة أو من أزمة مالية بالأخص. كمان رؤية الأشكال الفرانية أو الأثار بشكل عام برضو من الرموز اللي بتبشر الشخص بتغيير في حياته والتغيير ده هيكون الأفضل وكمان للأحساب. رؤية اللي بعد كده هي رؤية الأماكن الطبيعية. رؤية الأماكن الطبيعية اللي شكلها حلوة سواء رؤية الحضائق أو رؤية المساحات الخضرة أو رؤية الجبال أو رؤية المناظر الطبيعية بشكل عام. أولا من الرموز المباشرة لما يشوف الشخص حديقة واسعة فده نجاحه وتفوقه في حياته بشكل عام. كمان المساحات الخضرة الوسعة بشارة بسعادة وفرحة وبسرور. كمان رؤية الجبال والمناظر الطبيعية برضو من الرموز اللي بتدل على وظيفة جديدة هيحصل عليها الرأي والوظيفة دي هتكون وظيفة مرموقة. كمان من الرموز المبشرة بالترقية في العمل. كمان رؤية المناظر الطبيعية اللي شكلها حلو بشارة بسعادة في الرزق. كمان من الرموز المباشرة ببهجة وبفرحة وبسرور. المشي في الأماكن دي برضو من الرموز اللي بتدل على زرية صالحة لو المرأة متزوجة. ببشارة لها بزرية صالحة. كمان بتحصن في الأحوال بشكل عام. كمان بشارة بقدوم خير بقدوم سعادة. كمان من الرموز اللي بتدل على النجاح وعلى تفوق الرأي بشكل عام. كمان الأماكن اللي شكلها جميل والأماكن المناظر الطبيعية. كل دي بتدل على تبديل في أحوال الشخصي للأفضل وله الأحزن. كمان من الرموز اللي بتدل على تحقيق أمر ليه خصوصا لما يشوف إنه في مكان جميل وكان مبسوط. فبشارة بتحقيقه أمر ماه في حياته أو دخوله مشروع أو عمل جديد هيكتب ليه النجاح. كمان المناظر الطبيعية برضو من الرموز المباشرة بحصول الشخص على عمل وعمل مريح. كمان بشارة ليه بتقوله في فترة جديدة في حياته الفترة دي هتكون فيها سعادة وهتكون فيها فرحة. كمان لما يشوف الشخص إنه بيصور المناظر الطبيعية دي فبشارة ليه بيسمعه أخبار سعيدة. آآ كمان بشارة باستقرار وبراحة آآ بال آآ كمان آآ لما يشوف إنه هو بيتفسح أو بيتنزه في الأماكن دي. آآ فبشارة ليه باستقرار في حياته والتبديل وفي حياته كمان براحة آآ بال. آآ كمان آآ من الرموز برضو آآ اللي بتدل على آآ آآ إن الشخص هيحصل على فرصة آآ كبيرة في حياته. فعليه إنه هو آآ يستغلها. آآ كمان آآ الأماكن الطبيعية من الرموز برضو اللي بتدل على سماع أخبار سارة على آآ ساعة في الرزق على منصب على ترقية على تحقيق هدف على نجاح وتفوق في حيات الشخص آآ بشكل عام. آآ ده كده كان أربع رموز لو شفناهم في المنام فنبشر آآ سواء نبشر بيه زوال الهموم نبشر بيه سماع أخبار سارة. آآ بتمنى إن يكون الفيديو عجبكم. لو في أي استفسار أو سؤال اكتبولي تحت وانا إن شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا وشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلام.